ما نيجي نجيبها من الآخر النهاردة بعد صفيرة الحكم اللي تواني اللي استقدم لإدارة مباراة ارتبطت بحركة في الشارع يعني معلوماتي انه استغرب قال انا مشوفش كده معرفش مباراة كانت تحتاج حكم ولا تحتاج سواء اتوبيس عشان يقول العطل وصل لفين والحكاية يعني معتقدش اتحاد الكورة انت شفت اتوبيس اتحاد الكورة يا جبا ماشي عالك كبري ينزل في الشارع رمزيس وقال له ما اصل لعبة اذا تخش قدورت المية اه شفت كده ويروح داخل بنزينة وهم راحين لاستادي يغيروا عن يعني هل دي مباراة كانت عايزة فعلا الحكم اجنابي ولا عايزة سواء اتوبيس ينقل الحقيقة او ينقل الفيتس بتاع الاتوبيس دي فعلا دي المضحكات المبكيات زهنية اللي بتاعه دي المضحكات المبكيات بجد اتحاد الكورة المصري بعد هذه المهزلة اللي كله تابعها واللي نقلت صورة سلبية جدا صورة قاتمة عن الكورة المصرية رغم كل ما بوزل في تنظيمها من رجال الامن هتشوفوا تفاصيل قد ايه رجال الامن في الشارع المطرة بتمطر والناس في الشارع مصممة جدا على اداء واجبها وعلى تأمين حافلات الفرئتين والحكام ووصلهم بالموعد المحدد او زنبهم ايه الناس دي ان شانت اي اعاق لوصولهم يعني يشوه عملهم ان الناس تتلكك لها ان ما عرفناش نوصل يعني يعني كل السيناريو ده عشان يقوله احنا اتأخرنا عشان ما عرفناش نوصل طيب اتحاد الكورة بقى باعتباره الجهة المسؤولة عن المصيبة السودة اللي حصلت طلع بيان بعد هزي المباراة قال على صفحته نأسف لهذا المشهد نأسف لهذا المشهد عدكوا لعيب وستطبق اللائح علما بانه تم التنسيق مع الامن وقد تبين لنا انه لا توجد اي عوائق تحولة دون وصول حافلتي الفريقين الى ملعب المباراة بدليل وصول واحدة منهم بدري اوي يعني كل اي توبيس فرقة عايز يوصل في المعاد بتاعه كنا مأمنين له المسألة برغم الامطار وزي ما قلتلكم من يجب ان يحيى ومن يستحق التحية في كل المشهد ده رجال الامن اللي في الشارع الناس اللي بزلت كل جهودها والناس اللي قدت دورها بالكامل والناس اللي كانت مرحبة بتنظيم المباراة واللي بتتأهب لاستقبال مباراتين افريقياتين كبار يوم 28 الزمالك والترجي وتسعة وعشرين الاهلي مع سنداونز عارف مين اسعد الامن فضلهم الطريق لحد اللي استايد اه ففوق انه نزل في شارع رمسيس اي 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 عام الحكاية لك اه عايزين اخش شدورت المال شفتها طيب